تعالى نبدأ بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة بالقصر الرئاسي في العاصمة الأرمينية ياريفان مع الرئيس فاجن خاتشتوريان رئيس جمهورية أرمينيا أقيمت للسيد الرئيس مراسم الاستقبال الرسمي الرئيس السيسي أجرى مباحثات مغلقة مع الرئيس الأرميني بعدها كان فيه جلسة مباحثات أكثر اتساعا وضمت وفود البلدين ورحب الرئيس الأرميني في بدايتها بالزيارة التاريخية لفخامة الرئيس المصري وأعرب عن تأدير أرمينيا لمصر على المستوين الرسمي والشعبي والاعتزاز بطبيعة الحال بالروابط الممتدة اللي بتجمع ما بين البلدين الصديقين كمان أشاد فخامة الرئيس الأرميني بخطوات إصلاح الاقتصاد المصري والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفذها على الأراضي المصرية وحتى الآن وبيأكد حرص بلاده على مسندة جهود مصر التنموية ودعمها في كافة المجالات فضلا عن التطلع لتبادل الخبرات الفنية مع مصر ومشاركتها في تنفيذ المشروعات في أرمينيا وفي عدد واسع من القطاعات اللي أصبحت بتتمتع فيها بتجربة نجحة وخصوصا البنية التحتية والنقل من ناحيتنا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال الأرميني وبيشيد بإعلاقات الصداقة المصرية الأرمينية المتينة والتاريخية خصوصا في ضوء استضافة مصر للجالية من بن قسين دي من عندي أهالينا الأرمن واللي أسهموا في التطورات اللي شاهدناها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية إلى جانب دورهم في إثراء المجتمع المصري كمكون فاعل ومنتج نقطة هنا بعد إذنك أنا مش من الناس اللي تحب يعني إيه تعلق بأكثر مما تحتمل الجمل تحديدا حول فخامة الرئيس بس الجملة اللي فاتت دي جملة مهمة جدا العلاقات ما بين مصر وأرمينيا هي فعلا علاقات تاريخية بعيدة ولما حصلت المسبحة الكبرى في أرمينيا 1915 واللي راح ضحيتها ما يقترب من مليون مواطن إنسان أرميني أطفال نساء رجال مسنين واتدبحوا بأبشع الطرق أهلينا تاني الأرمن ليه أهلينا؟ لأن هم جزء من مكونات المجتمع المصري جزء حقيقي من مكوناته يعني ممكن نبقى نشرحها واحدة واحدة وإحنا مشين لكن أهلينا اللي جم وقتها من أرمينيا زي ما راحوا بلاد زي سوريا زي ما راحوا بلاد زي لبنان زي ما راحوا بلاد بعد كده الولايات المتحدة الأمريكية زي ما كانوا موجودين عندنا هنا في مصر وأصبحوا مكون رئيسي جوه المجتمع المصري في أصعدته المختلف يعني في صناعة البنوك والمصارف موجودين في أي شكل من أشكال استثمارات المتعارف عليها في القرن العشرين موجودين في الحياة والعمل الثقافي والفني والأدبي والسينمائي والموسيقي موجودين في الفنون التشكلي إلخ 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 الأرمن عاشوا في مصر زيهم زي كل المواطنين المصريين زي كل المواطنين المصريين وحتى هذه اللحظة تستطيع أنك تتجول في بعض من شوارع وسط القاهرة ومصر الجديدة على سبيل المثال والأسكندرية على سبيل المثال آخر وتلاقي يفط المحلات بتاعة أهلين الأرمن شوف أنا أبقى أكد لك إزاي؟ طيب هنا كان لفط للنظر جدا بالنسبالي الجملة بتاعة الرئيس عندما وصف العلاقات بأنه المكون الأرميني أثرى قد بالك بأ الحياة الثقافية والفنية وا 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 ده إنعكس إنما يعكس مش بس فهم كامل وواضح لطبيعة المكون الأرميني في مصر ولكن تقدير حقيقي لهذا المكون في ناس ما بتقدرش تفهم ده في الدنيا يعني في ناس يقول لك إيه أصل المصريين فيهم جنسيات كتير ودخل عليهم مكونات كتير فأصل ما فيش خلي بالك برضو دي تصورات مش بس ضحلة دي تصورات عبيطة لأن أمم الدنيا كلها فيها اختلاط والأمم الكبيرة جدا واللي أثرت في الحيز الإنساني لو صح التعبير هي الدول اللي فيها مكونات كتير يعني انت عارف إن فيه مكون اسكندنافي لا بأس بيه على الإطلاق جو ما نطلق عليه المملكة المتحدة مملكة المتحدة ما هياش أنجلوساكسون وإيرلندين وسموتلندين بس ده فيها مكون اسكندنافي مهم جدا وموجود في المملكة المتحدة بقاله أكتر من ألف سنة يعني دخل هناك واختلط بهذا العنصر أو المكون الرئيسي إذا كانوا أنجلوساكسون ولا اسكتلنديين ولا إيرلنديين واختلطت الدماء ببعضها البعض ده على سبيل المساعد شعوب البحر المتوسط هي شعوب قائمة على فكرة الخلطة الثقافية دي